يوم الطفل الفلسطيني كان مبارح وفيه ارقام مزعجة وارقام يعني منهكة معنوية الحقيقة لما لاقي عندنا 168 طفل اسير 168 طفل في الاسر اطفال انا بسأل وقول يعني بيكون عندي نصف مليون طفل في حالة فقر بيعانم الفقر وعندي 168 طفل اسير وعندي ارقام يعني تبقى لالارقام الملانة في وزارة الاسراء في فلسطين يعني شايفين صورة يا جماعة يعني انا بس بدعو كل المنظمات الحقوقية في العالم وبدعو الرئيس الامريكي جوزيف بايدن يعني اله الديمقراطية في العصر الحديث وبلينكين برضو اله حقوق الانسان في العصر الحديث يعني اليس من الواجب وليس من الانسانية والضروري وليس من حق الانسان انه نمنع هذه الجرائم وهذه الكوارث اطفال اطفال يعني بيتم انتهاك طفولتهم وحرمتهم بهذا الشكل شايفين دول عناصر الاحتلال الاسرائيلي ودول الاطفال خلينا اقول لي بايدن بس تخيل دول احفادك بقول لي بلينكين تخيل دول احفادك احفادكم بقول لي كمالة هارس تخيلوا ان دول احفادكم هل دول اولى ان احنا الادارة الامريكية تنتفض من اجل حقوق هؤلاء الاطفال الاسراء شايفين شايفين اعتقال الاطفال بهذا الشكل يعني هل هؤلاء اولى ام حقوق المثليين والمثليات واللي عندهم مشاكل فيه التوجه الجنسي مين اولى اطفالنا في فلسطين اطفالنا في الاراضي المحتلة اولى ولا هؤلاء الذين يرفعون عالم الرنبو ويقولوا ان احنا عايزين حق الانسان في الميلي جنسي انا بتكلم وبقول للناس اللي بيتشدقوا به الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان على الطريقة الامريكية اقول بان امريكا يعني بتعاني من ربما ضعف ابصار شديد فيما يخص حق الانسان الفلسطيني وبتعاني من يعني عملية عمى كامل تجاه ما يجري في الارض المحتلة سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة ده طفله قدامنا هو شايفين كيف يتم التعامل معه بعنف شديد انتوا فاكرين محمد الدرة انتوا فاكرين محمد الدرة اللي كان واجع في قلب العالم انا بقول انه دي صور بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني وعندنا عدد من الاطفال لو قلت الارقام الارقام فعلا تخد يعني اعدامت قوات الاحتلال الاسرائيلي من عام 2011 ما يزيد على 781 طفل فلسطيني اعدام غير عملات الاعتقال وفي ايام كورونا بقول انه اللي ساكت على اللي بيحصل في الارض الفلسطينية ما يكلمنيش على حقوق الانسان مش هسمع له هو بتكلم على حقوق الانسان مش هسمعه هو بتكلم اللي ما شافش اللي بيحصل ليه الاطفال والنساء والكبار في السن فيه التجري ما يكلميش على هو الانسان شاف الصور اللي قدامنا دي وما تحركش قلبه وما تحركش عقله وقانونه ما تحركش يبقى القانون ده قانون ساكسونيا يبقى القانون ده قانون لماغزة يعني قانون انتقائي قانون انتقامي اللي بيحصل ده مسخرة اللي بيحصل ده نوع من الابتزاز السياسي المفضوح والفج وغير المقبول انا بقول وبضم صوتي ويبقى أصرخ بقى أعلى صوتي انقذوا اطفال فلسطين من الاسر الاسرائيلي انقذوا اطفال فلسطين من هذا من هذه الهجمات ومن الاعدام ومن الاسر لن نسمع صرخاتكم المزعومة والمزعجة عن حقوق الانسان ما لم يكن هناك بالفعل عمل حقيقي لعودة الانسان الفلسطيني الى بيته الى داره وعودة الاسر الفلسطينيين الى دورهم ورفع اياد السلطة الاسرائيلية عن الاطفال الفلسطينيين اللي انا شايفينهم بهذا الشك موسيقى